بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الالتدائي في قناة انجليز الالتدائي مع مسانة السمان النهاردة وصلنا لصفحة 105 من كتاب step ahead 105 من كتاب step ahead عليها الدرسين خمسة وستة في الوحدة الربعة في الوحدة الربعة عندنا مين المفرضات الرئيسية يعني سياحي مركب يبقى على بعضها tourist boat يعني مركب سياحي طيب دي ايه summer summer دي فصل من فصول السنة الاربعة وهو فصل الصيف summer summer فصل الصيف طيب عندنا travel 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 يسافر travel يسافر speak يتحدث speak يتحدث speak يتحدث speak يتحدث chinese 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 cd تبقى chinese اللغة الصينية fall into fall into يعني سقط فيه فل انتو يعني ايه سقط فيه يسقط فيه مكان called ينادي called ينادي على called ينادي على save save ينقذ عندنا ايه كمان عندنا worker worker يعني عامل او عاملة الفعل work اللي هي w-o-r-k ده معناه يعمل لما هنضيف er يبقى احنا بنقصد بيها ايه العامل في المكان سواء عامل او عاملة check food check food يعني يفحص الطعام عشان يتأكد انه هو طعام طازج فريش طازج فريش طازج يعني حاجة ايه حاجة فريش طازجة find يجد find يجد عندنا kind طيب kind طيب او عطوف happy سعيد something 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 يعني شيء ما every week week يعني اسبوع every كل تبقى every week كل اسبوع النهاردة هناخد كلمات بحارف الف كلمات بحارف ال v عشان نفرق بين الصوت f والصوت v face face وجه face وجه ده بادئ بالصوت ف فان فان اللي هي ايه مروحة فان مروحة foot قدم foot قدم عشان كده احنا بنقول على كرة القدم بنقول عليها فوتبال فش سمكة فش سمكة اما هنا كلمات بحارف ال v تدينا الصوت the تبقى cave cave كيف اللي هو كهف الكهف ده احنا قلنا هو عبارة عن ايه فتحة فين في الصخر ممكن تبقى في حاجة اسمها ايه منزل اللي هو عبارة عن كهف بيبقى موجود في الصخر living room living room قلنا ايه living room عجرة القلوس van van هي العربية الكبيرة اللي تبقى متقفلة زي كده van عربة مغلقة vegetables vegetables يعني خضار vegetables خضراوات نشوف هنا صفحة مية وستة فيها ايه read and learn اقرأ وتعلم living on a boat يعني العيش على قارب my friend شريف صديقي شريف lives on a boat يعيش على مركب in the summer في الصيف his parents work on tourist boats his parents اللي هو والدي work on يعملون على tourist boats يعني المراكب السياحية so he goes with them لذلك هو يذهب معهم they travel up and down the nile يعني هم يسافرون عبر نهر النين ذهابا وإيابا يعني رايحين وجايين في نهر النين he likes the summer very much هو يحب فصل الصيف كثيرا جدا he sees many interesting places هو يرى الكثير من الأماكن الشيقة and he meets people and he meets people يعني هو يقابل الناس from all over the world من كل أنحاء العالم طبعا علشان دي مركب سياحية فبيبقى عليها ناس من كل أنحاء العالم he speaks english and chinese هو يتحدث الإنجليزية والصينية with the tourist طبعا السياح لهم رغات مختلفة فهو يعرف يتكلم إيه الانجليش وإنجليزي والصيني one day يوما ما أو في أحد الأيام the boat stopped يعني المركب توقف and shereef saw ورقى shereef رقى إيه some children playing بعض الأطفال يلعبون suddenly a small child fell into the river يعني فجأة small child يعني طفل صغير سقط في النهر the child shouted الطفل صرخ وقال إيه please help me هو كده بيطلب إيه المساعدة بقول help me ساعدوني shereef called his dad شريف طبعا طفل صغير رح نادى على مين called معناها نادى على his dad على والده dad saw the child يعني الأب يرى الطفل رأى الطفل and jumped وقفز into the river قفز فين في النهر he swam and saved the child هو سبح وانقذ الطفل the child smiled يعني الطفل ابتسم and said thank you very much وقال thank you very much شكرا كثيرا shereef was very happy shereef كان سعيدا جدا but لكن he also decided to هو أيضا قرر to a to learn to swim أن يتعلم أن يسبح كده شريف قرر يتعلم السباح طيب نشوف الفقرة التانية بتقول ايه the people who help us الناس الذين يساعدون هنا هياخد واحد من نماذج الناس اللي بتساعدنا في حياتنا زي مين the supermarket worker يعني عامل في السوبر ماركت أو عاملة في السوبر ماركت this is magy هذه magy she works at هي تعمل في the supermarket a supermarket near my house بالقرب من منزلي my family and I يعني عائلتي وأنا see her every week نراها كل أسبوع when we buy food عندما نشتري الطعام يبقى هم كده بينزل ويشتروا الطعام بتاعهم كل أسبوع وبيشوفوا مين magy 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 checks the food is fresh magy تفحص الطعام عشان تتأكد ان هو fresh طازق she helps us هي تساعدنا when we can't find something عندما لا نستطيع أن نجد ايه شيئنا عندما احنا نكون مش عارفين ما كان حاجة مثلا فهي كده بتساعدنا she is very kind and happy هي ايه عطوفة جدا ودودة جدا and happy وبشوشة انا بنشوف صفحة مية و سابعة فيها ايه exercises on lessons 5 and 6 فيك التدريبات على الدرسين خمسة وستة اللي احنا اخدناهم دلوقتي طبعا الصورة هنا معلش مش واضحة احنا بنعتذر عن عدم وضوح الصورة وعندك الكتاب ممكن تتابع معانا فيه read the text quickly and answer T true or false بيقول لك اقرأ النص سريعا ويجاوب ب true or false طبعا احنا اضربنا على true or false ده كتير she lives in a city in the summer هو كده بتكلم على الفقرة اللي في الليسون lessons 5 and 6 she lives in a city in the summer يعني شريف يعيش في مدينة فيين in the summer في الصيد هل الكلام ده true or false طبعا false يبقى هنكتب هنا false لان احنا قلنا هو بيعيش فين في فصل الصيف وبيعيش في مركب tourist boat يعني مركب سياحي يبقى هنكتب هنا ايه if false يعني العبارة ده خاطئة شريف can speak English and Chinese هو يستطيع شريف يستطيع ان يتحدث الانجليزية والصينية العبارة ده true or false لا ده true صحيحة طيب number 3 بتقولي the small child fell into the river الطفل الصغير سقط في النهر العبارة ده ايه true فعلا ده حصل شريف saved the child شريف انقذ الطفل هل شريف هو لانقذ الطفل؟ لا مين لانقذ الطفل؟ الوالد الوالد شريف هو لانقذ الطفل لانه شريف ما يقدرش يسبح اساسا ما يقدرش يعوم number 2 بيقول ايه work with a partner ايه اعمل معه زمين ask and answer اسأل ويجاوب why is it important to help others ليه هم من المهم ان احنا نساعد الاخرين طبعا احنا عفين why ده معناها لماذا ونجاوب عليها بكلمة because because معناها لان because we should help each other each others يعني لاننا يجب ان نساعد بعضنا بعضا هذه others each others خلاص يجب ان نساعد بعضنا بعضا زي ما انا هساعد غيري كمان ممكن انا اقع في موقف كده هحتاج لمساعدة الاخري number 2 بيقول do you think هل تعتقد it's important to know how to swim هل تعتقد انه من المهم ان تعرف كيف تصبح why لماذا and may only do you think ده سؤال معناه هل هقول له ايه لو انا اعتقد الشيء اللي هو بيقول عنه ده هقول له yes ايوة انا اعتقد انه من المهم ان انا اتعلم اصبح طيب لي why to save myself علشان انقذ نفسي and the others والاخرون خلاص كده يبني اتعلم السباح عشان انقذ نفسي وانقذ الاخري number 3 هنا بيقول ايه do you like the story هل تحب القصة explain your answer احنا طبعا خلاص عرفنا السؤال ده تعودنا عليه عرفنا انه هو لو سألنا عن رأينا في قصة يما هنقول اه انا حبتها او لا هقول لو انا حبتها اقول yes واقول because لان it is interesting لانها ايه شيقة يما اقول no because it is boring لانها ايه مملة اكتب الكلمات الصحيحة تحت ايه الصور طبعا احنا لسا لاخدين الدرس هاديك فرصة انك انت تحفظ الكلمات علشان تعرف تكتبها في اماكن يعني هنا هتكتب ايه fan اللي هي ايه مروحة اما دي the the بالv تب ايه van اللي هي عربة مغلقة food food قدم vegetables خضرات living room اللي هي حجرة المعيشة fish سمكة happy سعيد cave اللي هو كهف كده وصلنا صفحة كام 107 خلصت وحدتنا الوحدة الرابعة ان شاء الله الحلقة القادمة هناخد ايه هناخد unit 4 test 4 الدرس ايه ناخد الامتحان الرابع على الوحدة الرابعة كلها نراجع الوحدة ونذكرها كويسة ان شاء الله علشان ايه نجاوب مع بعض في الحلقة القادمة تابعونا على قناة انجليز ابتداي مع مسلنا يا سمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته